هو سوق في الموصل تباع فيه الأدوات المستعملة والحاجات القديمة والتحف الفنية الراقية وذات القيمة التراثية وقد تجد فيه كل نادر وغريب وما لا تجده في غيره من الأسواق وبأسعار منخفضة قد لا توجد إلا فيه سوق هرج في منطقة باب الطوف في الموصل ذلك السوق الأثري الذي ناله ما نال مدينة الموصل من دمار بسبب الحرب غير أن ما نال السوق من إهمال حكومي بعد انتهاء العمليات العسكرية فأقم معاناة رواد هذا السوق والتجار الذين دمرت محلاتهم وعجزوا عن إعادة بنائها آلاف العوائل كانت عايشة هنا آلاف العوائل كانت عايشة هنا ننطو فلوس ننطو دعم شيخة اللي يعمرون العالم يا حكومة هاي باب الطوف في الساحة هاي الساحة السعم سوية قراج بغداد كانت عرزالات بالخمسة وسبعين أربعة وسبعين كنا نبيع صندوق الطماطع بعاش فلوس من الليل نروح نشتريه بعاش فلوس أنا مداش على مثلان يوم الصباح نسوي باللفات أسع وينو مطالب تجار سوق خرج في الموصل لا تتجاوز مسؤولية الحكومة في عادة إعمار ما هدمته العمليات العسكرية وتعويض المتضررين من تجار السوق حفاظا على مصدر دخل هؤلاء الناس وعائلاتهم نطالب من الحكومة تعويض يجون يعوضونا يجون يعملونا العمارة يبنوها يرتبوها ما هو كل أحد هنا نحن نفتحين وبحدنا هذا السوق ما الفقارة أبو البسطات ما هو كلها بسطة جيت فتحت كلهم بذاك الجانب الحكومة غير ترجع من هذا الجانب غير تجي تعمر لهذا السوق ولأن العراق الحالي تحكمه المحاصصة الطائفية والفساد فإن الحكومات المتعاقبة في بغداد لا تولي أي اهتمام بهذا السوق الذي يمثل قيمة تراثية كبيرة وجزءا من هوية وثقافة مدينة الموصل ترجمة نانسي قنقر